واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا أما بعد أبشركم بخير عظيم يجعله الله لكم في آخرتكم بحضوركم لمجالس العلم يعظم به أجركم ويكثر به ثوابكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع بعض الناس يقول أكتفي برؤية القنوات والمحاضرات فيها يقول إن شاء الله على خير لكنك فوت على نفسك أموراً أخرى ممشاك إلى حلقة العلم يكتب لك أجر الممشأ رؤيتك لمن تحبهم في الله يكتب لك بها الأجر لأنك إذا جلست مع إخوانك عظم أجرك وكثر ثوابك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الثلاثة وهو في حلقة في المسجد فجلس أحدهم في الحلقة وجلس الثاني خلف الحلقة وذهب الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنبئكم بمثال الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله نرجو أن تكونوا ممن آواهم الله وأما الآخر فاستحيأ فاستحيأ الله منه مثل حق القنوات وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه إذا جلست في هذا المجلس شهدت أناسا بمجرد رؤيتهم يزاد إيمانك من إخوانك الذين تستعين بالله عز وجل على التواصل معهم وعلى محبتهم وعلى التعاون معهم على ما ينفعك في الدنيا والآخرة رؤية علماء الشريعة والأخذ من سمتهم وهديهم في مزية ليست مماثلة لمن يرى هذه المحاضرات من خلال هذه القنوات مجتمع قوم في بيت من بيوت الله إن شاء الله أنتم منهم شف الثواب والأجر المرتب عليهم رحمة وسكينة وحف الملائكة وذكر الله عز وجل لك بحضورك لمثل هذه المجالس حديثنا في هذا اليوم الذي طلب من الكلام عنه عما يتعلق بما ينزله الله عز وجل من الأمطار والسيول الجارفة التي قد تتلف أموالاً عظيمة وتذهب شيئاً كثيراً من ممتلكات الناس بل قد تؤدي إلى وفيات وتؤدي إلى أمور غير مرغوبة من الذي أنزل المطر أنزله رب العزة والجلال يدلك على أن الله قادر وأنه سبحانه يتصرف في الكون كيف يشاء والله على كل شيء قدير إنما أمره إذا قضى أمراً أن يقول له كن فيكون لا يعجزه جل وعلا شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب المتراكب وراء الرياح دخل وخرج دخل وخرج قلق فإذا نزل المطر سكنت نفسه صلى الله عليه وسلم وإذا قيل له في ذلك قال عذبت أمة من الأمم بمثل هذا ومن هنا فنحن نخشى أن نكون ممن ينزل الله بهم العقوبة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على رفعة مكانة وعلو درجة عند الله عز وجل يخشى من نزول العقوبات فكيف لا نخشاه نحن هذه المصائب والعقوبات التي تنزل على بني آدم لمصلحتهم أول من يستفيد أول من يستفيد هم أولئك الذين نزلت بهم هذه المصائب والعقوبات يخفف الله جل وعلا بها من ذنوبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب حتى الشوك يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه